سوف نعرف على طريقة سبوتفاي نقوم بتضغطون على ضبطية اداتات بعدها سوف نقوم بتضغطون على تطبيقات ثم سوف نقوم بتنزول الاسفل وتضغطون على تطبيق سبوتفاي بعدها سوف نقوم بالضغط على إيقاف الإجباري من ثم سوف نقوم بالضغط على الموافقة بعدها سوف نقوم بالضغط على المكان التخزين ثم سوف نقوم بالضغط على مسح تخزين مؤقت بعدها سوف نقوم بإيقاف هذا تشغيل ويفي خصبكم ثم سوف نقوم بالذهب إلى متجر جوجل هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق سبوتيفاي صفيدا على هذا الشكل وإنما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه زي من تحديد تطبيقكم سبوتيفاي وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على اشتراك في القناة